سعيا إلى تحديد خطورة الهواتف على نمو عقل الطفل تشرع بريطانيا في دراسة سلوكيات 2500 تلميذ الدفعة الأولى من التلاميذ شملت 160 مدرسة اختارته مزارة الصحة البريطانية بين سني الحادية والثانية عشر إذ رأت أنها أهم فترة قبل دخول الطلبة المرحلة المتوسطة وتوسع مداركهم المعرفية التحضير للدراسة كشف أن 70% من الفئة المستهدفة تستخدم الهاتف المحمول إن البحث أمر ضروري جدا حيث أن هذه الظاهرة انتشرت بين الأطفال فلا بد أن نصل إلى أدلة تثبت أن ليس هناك آثار سلبية وخلال البحث مع الـ 2500 تلميذ سيجرى تحديد مدى تأثير الذاكرة والتركيز من كثرة استخدام الهاتف المحمول أستخدم الهاتف دائما قبل مجيء إلى المدرسة وفي منتصف الليل وهو دائما بقربي حتى عند خلودي للنوم جاويند نموذج صريح للفتيات والفتيان في سنها والقائمون على الدراسة يعلمون أنهم غير قادرين على حرمانهم من الهواتف ويبقى الأمل في تقليص ساعات استخدامه ما يصمر العربية